موسيقى طبعاً في البداية أشكرت على هذا اللقاء وخاصاً يكون في أحد الجرايد المهمة أو الصحف المهمة في مملكة البحرين وما هي غريبة أنتم تتميزون بهذه الأمور بداية خالد القعود كانت بداية بسيطة في عائلة جميلة هذه العائلة تعلمت أنا منها الكثير وكانت نشأتي معهم من أول ما فتحت عيني في الفترة اللي أنا ما كنت أدرك فيها أي شيء وقصة الوالدة لي لما ولدتني في المستشفى الأمريكي تقول أول ما ولدتك سمعت أجراس الكنيسة يطقون مع أن والدتي من أكثر الناس الملتزمين دينياً فكنت أقول لها هذا يمكن أن دلال أن أنا مرحب فيني من أكثر من ديانة ومذهب برت معي هذه القصة بدراستي كانت في البحرين تخرجت من الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والملاحة البحرية بالإسكندرية في مصر وواصلت في دراستي وأنا أعمل في بداية حياتي بيّرت عملي مرتين في الحياة قبل ما أنا أختار أن أنا أكون رجل أعمال كانت بدايتي في شركة ألمنيوم البحرين ألبا اللي قضيت فيها 13 سنة وبعدين في المكان اللي تعلمت فيه فن التجارة وهي أحد الشركات أو مجموعة الشركات العائلية اللي اليوم معمرها في الغطاع التجاري 140 سنة وهي شركة يوسف بن أحمد كانور ومنها انطلقت إلى أن أنا أبتدي بتأسيس مؤسساتي اللي تحولت إلى شركات والحين صارت مجموعة شركات في أكثر من دولة سواء كانت في مملكة البحرين أو في دولة الكويت وحين في دولة الإمارات العربية المتحدة والفرع اللي موجود في بالي وعندنا بعد شراكة مع أحد الشركات في الولايات المتحدة طبعاً طفولتي كانت ما بين الطفولة الشقية والطفولة خلنا نقول البريئة فطفولتي كانت طفولتي الشقية مبنت من الحياة اللي كانت بالنسبة لي سابقاً نفس الحياة العسكرية بأن نحن لازم نكون في البيت ساعة سبعة ولازم ما نكون بره البيت فصارت لي أمور كثيرة في حياتي يعني أبرزت الجانب الشقي فيني وفي نفس الوقت حب الجد والجدة اللي أهما كانوا مؤسسين شخصيتي أخوة اللي خلى الجانب خلنا نقول الإنساني اللي ينظر حق سعادة الغير أكثر من أنه هو ينظر حق سعادة واحدة من طرائف الطفولة كانت أن أنا بدل ما أكون بره البيت الساعة سبعة وكنت ألعب كرة الغدم أمام البيت مع أصحابي قلت لهم يلا تعالوا نلعب كرة الغدم داخل البيت فوحنا نلعب هذه اليوم كسرت فيه أغلى بازة موجودة أو مزهرية في البيت وكان العقاب شديد فكان العقاب أنه إحنا نذكر أنه أنا نربط في النخلة لمدة وبعدين لما فكون يقولون اللي بتعيدها مرة ثانية قلت لهم ما راح أعيدها ولكن الشقاوة عندي خلتني أنه أنا أفتح عندنا نفس الحضيرة صغيرة داخل البيت فقمت أنا فتحت الباب وخلت كل الحيوانات يدخلون على الحديقة ويستمتعون ببوفي يأكلون في كل الأشياء الخضراء اللي موجودة فيه أنا أخذت منحنة في حياتي لم يؤخذ من أي أحد من أفراد العائلة وهو لما بلقت سن 19 سنة استقل ريت في بيت الحالي كانت أول وظيفة لي في حياتي كنت عامل عامل يكنس قبو شركة ألبا وكانت الحرارة في الصيف 50 درجة وكانت الحرارة في الشتاء 50 درجة بعدها بفترة تم ترقيتي أن أنا أشتغل في المصهر نفسه دعنا نقول المين أو الأساسي أثناء عملي تعرضت إلى حادث فوقعت واحترق جزئين من جسمي أثناء الحادث لما كانوا بيأخذوني على المستشفى وقفوا سيارة داخل المصنع فيقولون لي يد خالد محترقه لازم نودي المستشفى لداخل شركة ألبا العامل شاف الإيد وشرد ساق السيارة وراح هذا الحادث كان هو سبب نقلة حياة خالد من المكان اللي هو فيه إلى ما توفقت من الله سبحانه وتعالى والناس اللي كانوا واقفين معاي في عائلتي الكريمة والناس اللي كانوا واقفين معاي لتعليمي الطريق الصحيح في الحياة إلى المكان اللي أنا في فلما رحت على المستشفى وتم عالجتي وفي أحد الزيارات المتابعة لأن الإيد كانت محترقة وجزء من الظهر الدكتور قال لي أنت لازم تقعد ثلاثة أشهر في البيت ما تجيس أي شيء وبعدها ترجع على عملك تقعد في مكان بارد ما راح تشتغل في نفس المكان اللي انت فيه مدة ثلاثة أشهر وما نعتقد أن يدك ممكن ترجع مثل ما كانت بالأول بالنسبة لي هذه كانت أكبر صدمة في حياتي أن كيف أنا في بداية مشواري في الحياة صار لي هذا الشيء اللي هو قضاء وقدر بس كيف راح أقدر أن أنا واصل حياتي وأنا أحد أجزائي المهمة ما يعمل أحد خالاتي كانت أكبر سند لي في هذه الفترة اسمها الخالة بلغيس فوقفت معاي وساندتني وفي يوم أنا قاعدة طالع التلفاز لقيت أمامي ورقة وقلم حالي حال أي إنسان لما يحصل ورقة وقلم يا أنا قاعدة نرسم وإنشي أخبط وأنا ما كان عندي أي هدف أن أسوي في هذه الورقة وقلم فقمت ورسمت مربعات في أسفل الورقة وما كنت أدري حتى ليش أنا قاعدة أسوي المربعات هذين بس كنت أحطبها في أشكال مرّ إيش اللي خطر في بالي أن أنا أكتب في كل مربع شي أنا قاعدة أواجهة فكتبت في المربع الأول أنا ليحم ما عندي سيارة في المربع الثاني كوني توني مشتغل كأي واحدة يعني يعني عادي راح يأخذ لقرض أساس أنه يقدر أنه هو يعيش الحياة اللي يبقى يعيشه ففي المربع الثاني كتبت أنه عندي غر مربع الثالث كتبت أن أنا ما أقدر أن أنا أكون فت حق العمل في أي قطاع المربع اللي بعده كتبت أن أنا عامل في شركة المربع اللي بعده كتبت أن أنا ليحم ما أسس لي عائلة المربع اللي بعده كتبت أن أنا ليحم ما عندي بيت وأنا قاعد في سكن إيجار وغيرة وغيرة من الأمور فلما نظرت إلى اللي أنا كتبته في هذه المربعات اكتشفت أن حياتي سيئة وما هي إيجابية وكل شي قاعد أنظره وكتبته في هذه الورقة كيف راح أقدر أجتازه وما كان عندي أي قدرة أن أنا أجتاز كل هذه التحديات وكانت شاتي ثنوية عامة وكتب في واحد من المربعات ثنوية عامة خطر في بالي أن أنا سوي نفس المربعات فوق إذا هذه حالتي أنا شاط محلة واحتفت في هذه الورقة إلى اليوم فالورقة اللي ما كان فيها ما عندي سيارة كتبت في المربع اللي فوق في الورقة سيارة وكتبت بورش ساكن في بيت إيجار كتبت أملك بيت ثنوية عامة إلى دكتوراه عامل في شركة إلى مالك لشركة قرض إلى استثمار فيوم شفت الأشياء اللي كتبتها في أعلى الورقة قلت هذا من سابع المستحيلات إن في يوم من الأيام هذه الأشياء تنجز شيء من الأحلام سويت خط من الصندوق اللي تحت إلى الصندوق اللي فوق أو المربع اللي تحت إلى المربع كاعد تاكتب اللي عندها ثنوية عامة يحصل دكتوراه لازم شي يسوي فكتبت دبلومة باكاليريوس ماجستير وحطيت سعر كل واحد فيهم وشام يدفعون إذا منقصت الثلاث إذا أنا عليه قارضة شام لازم أدفعه شام المبلغ المتبقي فيش كثر لازم أدفعه شلون راح أدفعه شلون أستثمر السيارة اللي كنت أحلم فيها كم مقدمها يوم سمعت مقدمها يوم سمعت قلت هاي له مستحيل زين البيت شلون أدفعه مقدم شلون بيصر عندي بيت فكل هذه الأشياء كتبت على هذا الخط وهو رايح لفوق الورقة هذه كتبت في ديسمبر 1998 وتحديت نفسي فيها وقلت ما أحد بمدلي يد العون إذا أنا ما سعت نفسي في البداية فكان عندي إصرار أن أنا في البداية كان حلمي أن أنا أنجز عشرة في المئة بس من هذه الأمور وبديت وكانت ما قلتي لشخصي وأنا أصحى الصباح أنا تحدي الحاضر ونجاح المستقبل هذه الكلمة هي كانت أكبر محفز لي حتى لما كنت أمل من الروتين اللي أنا أسويه ومن طبع الإنسان أن يمل من الروتين فهذه كانت واحدة من الأشياء المحفزة لي أن أنا أستمر ومشيت على هذه الورقة اليوم أنجزت فيها تسعة وتسعين في المئة واللي اكتشفت أن أكبر عائق لنجاح الإنسان في حياته هو الإنسان نفسه وأكبر خطأ في اتخاذ القرارات هي القرارات النابعة من العاطفة أنا مؤلف حق أكثر من عشرين كتاب الكتب إدارية وتعليمية والحن قعد أسرد كتاب وراح أعطيش من مقتطفاته أن تسعة وثمانين بالمئة من سبب فشل الإنسان في حياته أنه قراراته نابعة من العاطفة والسبب الثاني في عدم نجاحه في الحياة هو الحرب الداخلية اللي يعيش فيها مع نفسه وثالث معضلة عظيمة كما تواجه نجاح الإنسان هو عدم اعترافه بأنه إنسان أناني داخليا رمضان الأول كنا كل يوم لما نقعد في بيت جدي وتنمد الصفرة وينحط عليها الأكل اللي يعد في البيت بس ننتظر بمتى الجرس ينطق لأنه يوميا في رمضان من أحد الأسر الكريمة يبون لنا نفس الطبق صحن هريس وصحن مضروبة صحن هريس وصحن ثريد وهريس وعيش والدجاج فهذا كان شيء يومي مع أن نحن عندنا الهريسة في البيت وعندنا الثريد وعندنا العيش سبق مع الرز ومع الدجاج ولا اللحم بس بيت الجيران كان نأكلهم طعمه غير فنقعد على الطاول وننتظر بمتى الجرس ينطق قبل الأذان بخمس إلى عشر رقائين فهذا كان توقيته في رمضان رمضان هو من أحلى الأشهر عندي أنا يزيد في التواصل ما بين أصحاب المجالس بالإضافة إلى لذة عمل الخير في رمضان مختلفة طوال هذه السنوات اللي فاتت وإلى قبل فترة الكورونا كنا في نص رمضان نزور كجميع الأطفال في مستشفى السلمانية في رمضان في كل سنة عندنا أفطار صائم في رمضان في كل سنة عندنا مسابقة وهذه بدت من فترة بسيطة يعني بدت من خمس سنوات أفضل صوت في تلاوة القرآن وأفضل صوت في الأذان بالإضافة إلى أمور كثيرة السلة الرمضانية نستمتع في توزيعها وناخد معاننا كثير من الأطفال فلما نشيل السلة مالة رمضان ونحطها أمام البيت اللي نبغي نعطيه فنضق الباب فنخلي الولد الصغير هو المتطوع الولد الصغير هو اللي يتكلم فيقول سلام عليكم إحنا جيرانكم يا ابن لكم سلة رمضان دائما نركز في هذه الأمور اللي مو بس في رمضان نقوم بها ولكن في رمضان وغير رمضان في الأيام العادية كل جمعة وترك عندنا توزيع مئة وجبة في أحد قرآ المملكة وناخد معاننا من الفئة الشابة إحنا ليش نسوي كل هذه الأمور إحنا بلد خير وعمل الخير فيه من من الأزل بس لازم نركز في أن احنا نغرس هذه خلنا نقول الروح عند الشباب اللي راح يمسكون زمام الأمور خلنا مثل ما نقول عارف دورة في المجتمع بالإضافة أن يكون له بصمة وخلق تواصل وشاف أنا أحب أطبخ ولكن الشهر الوحيد اللي ما أحب أطبخ فيه هو رمضان ليش؟ أحس أن الأشياء في رمضان إذا سويتها وما أطلعت حلوة أنا ما جنيت على نفسي أنا جنيت على كل الناس اللي قاعدين ينتظرون الأذان يأذن على الساس يأكلون فلا أنا من هوات عمل السوشي أنا من هوات الشواء أنا من هواتي الأفطار أنا من هواتي الأفطار عمل الأفطار الحب لله تعلمناها من دعنا نقول الحياة الصعبة لما الواحد يكون عايش الحالة في بداية حياته لازم يتعلم هذه الأمور المراحل الدراسية كانت خاصة المرحلة الثانوية أو خلنا نأخذها من الحضانة أنا الحضانة اللي رحت لها يومان صغير كانت في وسط البر فليحنا أتذكر أن في الفرصة كنت أجمع الأكياس البلاستيكية والورق من الحوش ما للروضة فالمدرسة تقول لي ما شاء الله خالد زين تنظف هما ما كانوا يدرون أن أنا كنت أعلم هذه الأشياء وأحطها في الكمبريسر ما للمكيف عساس من يشتغل الكمبريسر هذا الورق يطير ولكن في يوم من الأيام كان هو سبب أن الكمبريسر احترك وبعدين إلى المرحلة الابتدائية في مدارس الرفاع الشرقي إلى المرحلة الثانوية المرحلة الثانوية بديت أول مشاريع التجارية فكان تخصصي كيميا وأحيان فكان عندنا تشريح الحمامة أو تشريح الأرنب فكان عندنا مزرعة وأروح أيب لهم الحمام والأرانب من المزرعة ونبيع عليهم فكانت تجارة مربحة في الوقت اللي كنا فيه كلها على دينار ونص يعني الحمامة كانت تنبع في السوق بدينار بس أنا أقول لهم لا بل أنا بنيبه لا عندكم فكان ودينار ونص حك حمامة واحدة في التسعينات وكنا نبيع خمس إلى ست حمامات يعني في اليوم والأرانب وساكين الأرانب كانوا خالتي كانت تشتغل في المتحدة للتأمين وكان المبنى مالهم في المنطقة الدبلوماسية المتروك فزرتها في مقار عملها وقلت لها في يوم من الأيام أنا راح أفتح شركة في هالمنطقة فاللي احنا تذكر الإجابة بتقول لي الله يحفظها بيطول في عمورها خالتي عايشة بتقول لي إجابتها انت فلح في دراستك أول وعقوب تفكر ان انت تفتح شيء ولا تالي وتشوف لك شغل فحسيت ان ردها ما كان مشجع هذا الرد أنا أخذته كتحدي أول شركة فتحتها تبعد عن بناية المتروك أقل من ثلاثين متر كانت إدارة فعاليات ومعارض بس قبلها نزلت على الإمارات ورحت محل أو منطقة يسمونها سوق الكرامة ودخلت محل إلى اليوم موجود هذا الكلام في يعني في الثمانينات وشفت شلون بضاعتهم التدخل وشلون يبيعونها والماركات في التسعينات رجعت نفس المكان فأنا وكنت موجود هناك وطلع عندهم نوع من انواع الجينز براند وفانيلات جميلة فأقول لي هذا بكم؟ اللي يقول لي بخمسة دينار اللي هو خمسين درهم وسأقول له هذي عليه البراند اللي يقول لي إيه؟ هذي سعرنا فرجعت واخذت لي محل كان ديرا كوين في سوق المعارض في التسعينات موجود في البناية اللي يم أسواق العوافق أخذ قرب ورحت له وقت له هذي خمسة الاف دينار خمسين الف درهم أعطني اللي موجودين عندك ويبتم وكان هذي أول ربح حصلته في حياتي اللي كان ثلاثمية بالمئة من المصروفات أقب فترة قيرت نوع النشاط اشتغلت في البرابرتيز أو في العقارات في تأجير العقارات فتحت فلوريدا برابرتي سنتر وكان معي شريك هذا شريك هو صديقي من الطفولة اسمه خالد فلما كنا مع بعض أقول حق خالد شوف أنا إذا وصلنا حق هذا الرقم المعين من الأرباح راح أخذ نصيبي وراح أعطيك أنت كل الحلال وأنا بروح أدرس لما نشوف هالرقم وين بتاقعد تبي أكثر منه وشلون الشراكة تفض بيني وبينك؟ في يوم الله وفقنا ووصلنا حق هذا المبلغ رحت لأقول لي اليوم أنا بريكتي معاي قال وين؟ قلت له بروح أسوي أوراق حكومية نحول كل شي باسمك قال ليش؟ قلت له ما أتذكر قبل شمس سنة قلت له كان هاي الكلام قال والله أنا فكرتك تمسح قلت له لا أنا بواصل دراستي فعطيتها الحلال وراح تاني أدرس وكانت بداية إكسبرت إيفانتز تحولت إلى برينس إيفانتز ومن برينس إيفانتز صار القعود للاستشارات يعني صارت الشركة الثانية القعود للاستشارات بعدين توسعت في إنشاطاتها صارت القعود لريادة الأعمال بعدين ضفنا عليها القيادة الدولية والإرشاد ومن القيادة الدولية والإرشاد إجاد شركة نجرال بايت للأكل الصحي وبعدين منها يات أزمة الكورونا فبدل ما الكل قام يسكر في هاي الفترة إحنا استثمرنا هذا الوقت أن نحن نحول كل هذه الشركات إلى مجموعة شركات القعود فونديشن وفي بدين نتوسع ونفتح الأفرع اللي لنا في الكويت وغيرها من الأماكن الجمعية البحرينية المسؤولية الاجتماعية هذه تأسيسها كان قصة فعملي في أحد أكبر مصانع العالم موجود في البحرين ويعتبر ثاني أكبر مصنع في تخصصه في العالم خاصة بالناحية الإنتاجية فلما قلت لهم ليش ما يتم تأسيس قسم مختص بالمسؤولية الاجتماعية ويتم عمل مشاريع مستدامة ذات طابع المسؤولية الاجتماعية للشركات فنننظف السواحل ننسوي برامج حق الأيتام ننسوي برامج حق العجزة وغيرها وغيرها فإجابتي كانت في هذا الاجتماع أن هذه برامج وقتية دور القطاع الخاص هو في مشاركة القطاع الحكومي في بناء التنمية المستدامة والبنية التحتية ورفاهية المجتمع والمحافظة على البيئة وغيرها من الأمور الكثيرة بمشاريع حقيقية واقعية مستدامة بس اللي اكتشفتها ترى هذا السيناريو صار معاي وهذا السيناريو ولما قمنا نسأل طلعنا فيه عدم فهم حقيقي للمسؤولية الاجتماعية للشركات وعلى أساسها قمنا بإنشاء البحرينية للمسؤولية الاجتماعية في 2010 وشهرت من قبل الحكومة أو الوزارة المعنية في 2011 وبالتحديد ستة وعشرين أربعة 2011 رسالتي حق كل شاب وشابة في هذه الأرض الكريمة ما في أي شيء في هذه الدنيا كلها اسمه مشكلة الله سبحانه وتعالى يبقي كل إنسان عايش على هذه الأرض الكريمة على هذه الأرض أو كوكبنا الجميل أن يكون هو إنسان ناجح فلما تصير عندنا تحديات في حياتنا هذه التحديات بدل ما نلوم نفسنا ليش كل هذه الأشياء تصير لنا نحن لازم نتعلم كيف نكون أقوى من هذا التحدي اللي موجود ونتعلم شلون نجتازه لأن كل ما أنت اجتازيت هذه التحديات بطريقة صحيحة كل ما أنت عرفت شلون أنت براست نفسك كقوة ممكن أن يتحقق كل طموحاتك وأحلامك في الحياة كل إنسان متميز بشيء الشخص اللي هو يعرفه أو جالس جنبه أو الناس اللي حوالي ما هي موجودة عندهم وهذول الناس عندهم شيء متميزين فيما هو موجود عند هذا الشخص كل إنسان يعرف كيف أنه هو مو بس يعيش كيف يبرز دوره في المجتمع حيث أنه عقب ما هو يترك هذا الكون الجميل أو العالم اللي احنا عايشين فيه يذكر بالخير هذا هو النجاح حياتنا فيه ثلاث مسارات أصعب شيء فيها معرفة نفسنا والطريقة الثانية فيها معرفة أهدافنا في حياتنا بس اللي أحلى هو الطريقة الأخيرة ورسالتنا كسوفرة في الحياة وكيف أبرزنا